وسياسيا بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره النمسوي أليكساندر شالنبرغ بحث معه سبلات عزيز العلاقات الثنائية وضرورة تكثيف الجهود للقضاء على الإرهاب وعودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة ذكر بيون لوزارة الخارجية العراقية نطرفين ناقش دور العراق الفاعل في تقريب وجهة النظر ما بين دول الجوار الإقليمي والانتقال من مرحلة الخلافات إلى مرحلة التعاون الاقتصادي بما يخدم الاستقرار في العراق والمنطقة تطرق طرفان إلى جهود الحكومة العراقية ودبلوماسيتها الهادئة في عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشركة